النهاردة عندنا مشروعات استثمار الحمد لله احنا جاري يعني انهاء اجراءات الاتفاق عليها زي القطار السريع او قطار فائق السرعة لاتنين النهاردة عندنا اتفاقات مع دول اوروبية دولة اوروبية تحديدا بنقل خبر التصنيع كاملة لمصر اسكن تصنيع عربات او تصنيع جرارات ويمكن فيه وفد مسافر كمان يمكن كمان اسبوع لاتفاق على نقل هذه الخبرة الى مصر ده مع مين من الدولة الاوروبية دي احنا بنعمله انا مش عايز اقولها الاسبوع ده معلش عشان دا يمكن حيضر او يعني فيه فيه تنافس انا مش عايز اقوله ولكن ممكن الاسبوع الجاي نقوله طوال من التفق والاتفاق ياخد مجرار هو طبعا اتفاق هيبقى عظيم جدا لانه نقل خبرة اوروبية كاملة والتصنيع كاملا في مصر هيبقى كده عندنا جاتين اتنين بيشتركوا معنا ممكن اعلن على الجاة الاولية اللي هو اسبانيا هيصنعوا القطار فائخ السرعة والقطار السريع وده الحمد لله خلاص فيه مجموعة خبرة جايين 15 مارس هنبتدي وان شاء الله هيبقى التصنيع فابو زعبل الورج بتاعتنا فابو زعبل بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي بالنسبة ليه الدولة التانية اللي احنا جارت تفاوض معها وساتك عارفة ان يعني الهدوء في المفاوضات بيدي فرصة احسن وبيدي يعني افضليات وده بديل الدولة دي بديلة عن التفاوض او الاتفاق اللي ما تمش مع الصين ولا التفاوض دي ساقائم معهم حضرتك طبعا بزكائك المفرط لا لا عفو يعني لا يمكن الصين احنا حضرتك تملي مصلحة مصر يال قدامنا يعني الصين دولة صديقة ومتقدم لنا دعم كبير واحنا بنعتز بهذا الدعم ولكن احنا بناخد منه اللي هو يتناسب مع اقتصاد مصر والنهوض باقتصاد مصر